بيبدأ في المينة بقصة أسطول بحري كان عليه دهب وفضة ومجوهرات بقيمة 500 مليون دولار اتعرفت باسم مهر الملكة وأبحر الأسطول في ظروف جوية سيئة وقابل عاصفة جوية جديدة واختفت السفينة وما حد تشافها مرة تانية وبتمر السيني وبيظهر مركب صغير في الوقت الحالي وبينفجر بعد ما تولع فيه النار وبيغرق واللي اتنين اللي مأجرين المركب بيبقوا مجغولين بالغطس تحت المية وأول ما بيخرجوا بيفضلوا يدوروا على المركب وبيكتشفوا انها غرقة جنبهم فبينزل واحد فيهم بسرعة عشان ينقذ الخريطة اللي كانت على المركب وياخد صورة مراته وبنته معاه وبيكتشف وجود حتى من الكنز الغرقان وبيطلع لسطح المية وبيلاقي اتنين من العمال اللي بيشتغلوا عند صاحب المركب بيتوعدولوا لان المركب غرقت وبياخدول صاحب المركب اللي كان زعيم عصابة وبيحاول فن واحد من اللي كانوا على المركب انه يوري القطع اللي لقاها في عماق البحر وبيقولوني ده جزء من كنز الغرقان لكن زعيم العصابة ما يصدقوش وبيؤمر رجالته يرموه في البحر بعد ما يسلسلوه وبيحاول فن يقناعهم ما يرموهش وبيحكي لهم قصته وبيقولهم انه هيطلق مراته بكرة الصبح وهو مش عارف السبب وبيحاول يستجديهم عشان يصعب عليهم بس بيفشل وبيرموه في المية وبيحاول فن انه هو يقوم ويطلع مسدس ويصاوب ناحيتهم وبيتصاب واحد فيهم لكن بيوقع فن في المية وبيحاول يفك السلسلة وبياخد المسدس وبيفجرها وبيطلع على السطح مرة تانية لكن بيلاقيهم مشوا بالمرك وبتظهر مضيفة بحرية اسمها تايس وهي مرات فن على ظهر السفينة وهي بتعيط لوحدها جوه الحمام وبتمسح دموعها وبتخرج تتكلم مع صاحب السفينة وبتشكره على تفاهم الموقفها لانها تاخد اجازة وتروح تكمل وراء الطلاق وبتروح تسلم على الطاقم اللي بيشتغل في السفينة وبيودعوها ويقولوا لها تاخد بالها من نفسها من ناحية تانية كان فيم في وسط المية مستني اي حد يعدي لحد ما فجأة بيلاقي لانشع ليه مجموعة من الشباب وبيشاول لهم علشان يسحبوه وبيتأخر عم عادر محامي اللي بيخلص وراء الطلاق وبيقول مسؤول قضايا ان فين لو ما ظهرش هنالقدر ان هما وقتها تاخد نيس كل حاجة لحسابها لانها حضر يدفى معادها وهو مهمل ومش ملتزم حتى بمعادن محكمة وفجأة بيدخل فين بعد ما كان بيجري الطريق كله علشان يلحقهم وبيوعد فين تيس انه هيتغير وتديله فرصة لكن محامية تيس بتقوله انه تحت قانون ولاية مايامي ومدينة فلوريدا وبالفعل طلقها بعد التأخير اللي هو تأخره وعدم التزامه بالمعايده انه كل حاجة هنا راحت لصالح تيس وبيجري فين وراء تيس بعد ما بتخرج وبيقول لها انه لا قطعة اسرية من الكنز الضيع اللي هيك بتتكلم عنه وبيرسم لها الشعور اللي شافوا على القطعة اللي هو طلقها لكن تيس ما بتصدقوشه بتكذبه لان القطعة مش معاه واخدها زهمية اللي هيصابة منه بعد ما غرق المركب وبتتخانق تيس معه وبتقوله انها هترجع شيكاغو وتبدأ حياتها من جديد مع حد غيره لانه مهمل وفاشل بتضربه على وشه وبتوقعه بتسيبه وبتمشي وبيروح فين يعد مع صاحبه ألفونسو وبيقوله انه حزين ومحبط بعد ما مرته وطلقته والمركب غيره وما عندوش اي فكرة يقدر بيه هيكمل في مشواره للبحث عن الكنز اما تيس فبترجع للسفينة اللي بتشتغل فيها وبتقدم الاكل لصاحب السفينة اللي بيقول لها انه هما مش هيبحور دلوقتي وهيستنوا بنته عشان تنضم ليهم وبتوصل بنت نعيش لصاحب السفينة على هليكوبتر وبيستقبلها والدها وبيحضنها وبيبان عليها الحماس علشان هتبحر معهم لأول مرة وبتطلب من والدها تروح تتسوق قبل ما تحركوا بالسفينة وبيطلب منها والدها ترجع قبل العشاء وقتها بياخد فن زورق وبيروح بيه للسفينة وبيرحظ ان طاقية بنت نايجل طارت بعيد فبيروح بسرعة يجيبها لها قبل ما تقع في المية وبتمبهر بيه البنت لكن اللي بيسوق اللنش ليها بيسرح وبيصطدم بفن اللي بيقع في المية وبيتحور وبتاخد بسرعة بنت نايجل وبترجع بيه المركب والدها عشان تسعفه وبتعجب البنت بيه وبشاجعته وبتطلب من والدها يفضل معاهم لحد ما تطمن عليه وبالليل على العشاء بتتفاجئ تيس بطريقها فينة على الصفرة فبتتعصب وبترمي الأكله وبتمشي وبيطلب نايجل انه يعرف قصتهم وبيستدعي تيس اللي بتعود معاهم تحكيله معا قصة فن وقصة الكنز اللي بيدوروا عليه بعد ما تعرفوا على بعض في أرشيف الكنوز الأسبانية وحبوا بعض هناك وتجوزوا وقتها وبيهتم ساعتها نايجل بالكنز وقصته اللي بتشده وبيقرر انه يرغي رحيته البحرية وروح يدور على الكنز معاهم وبتبدأ بنته تعجب بفنه وبتطلب منه يعلمها لغصوة شاركهم في البحث عن الكنز المفقود وفي الوقت ده كان بيك باني زعم العصابة بيقابل سائد كنوز وبيطلب منه يدور له على مهر الملكة الكنز المفقود وبيوريروا القطع اللي لقاها فن لكن سياده الكنوز ما بيديش أي اهتمام بالقطع وبيوصل ألفونس وصديق فنه وبيبدأوا رحلتهم وفي الطريب تقول بنت نايجل ان الجزيرة كلها اللي هم فيها ملكة الرافر مشهور اسمه بيك باني وبيتوتر فنه وبتاخدوا تيست بعيد وتتخنق معاه وبتقولوا انها حزرته قبل كده من عمل اي مشاكل مع بيك باني ودلوقتي مش هيسبهم في حالهم بعد ما يعرف انهم رجعوا يدوروا على الكنز مع حد غيره وبيحاول فن يهديها وبيطمنها وبيقول لها انهم قربوا من الكنز اللي طول عمرهم بيحلموا بيه وفجأة بتدخل عليهم بنت نايجل وبتقول لهم انها شافت سفينة زيهم جاية من بعيد وبيجري فن يشوفها وبيلاقيه غريم وسائد الكنوز اللي راح له بيك باني عشان يدور له على الكنز وبيقفوا الاثنين على مقدمة السفن بتاعتهم ويتخنقوا على مين يلاقي الكنز الاول وبينزل فن تحت المياه وبيلاقي غريم وعمل شبكة وفيها متفجرات عشان يطلها الكنز وبتروح تيستخنع يا جامع بنت نايجل انها تعطل منافسهم وتفضل تتكلم معاهم وتغريهم بجمالها لحد ما فين يوصل الكنزة قبلهم لكن جامع بتغلط وبتبص على فنه بتشاور عليه وبتخليهم ياخدوا بالهم فبيفجروا القنابل وهو فوستها وبيحاول يهرب بسرعة لكن غريمه بيقبض عليه وبياخدوا على السفينة بتاعته وبيضربوا وبيرجعوا لنايجل وبيعودوا بالليل يتحشوا ونايجل بيشكر بين على شجعته وبتفضل تسقعدة متضايقة ومتوترة وبعدها بيخلصوا عشا بيقوم فن والفونسو وتنز يستأذنوا علشان يناموا وبيفضل نايجل مع جامع وبيقول لها انه يتمنى انها متكونش متضايقة انها بتقضي اجازتها معاهم لكن جامع بتقولوا انها مستمتعة جدا بالمغامرة دي وبتدخل تايس او دوت فن تقولوا انها كتفخورة بالنهار ده ومبهرة باللي عمله لكن ما بتلاقوهش في سريره فبتتضايق وبتطلع بره وقتها كان نايجل وجامع بيلعبوا كوتشينا وبتطلب جامع من باباها انه يديها شيك مبلغ كبير تتبرع بلي الجامعات الخيرية وبيوافق نايجل فورا وبيكتب لها الشيك وبتتخنق جامع مع نايجل بعد ما قالها انها بتفكروا بمامتها وازاي بتعرف تاخد منه فلوس بسهولة وبتقولوا ان مامتها كانت صغيرة في السن لما تجاوزها وهو اغراها بفلوسه فبيقول لها نايجل انه حبي مامتها فعلا وبيحبها هي كمان ومش قصده يضايقها في الوقت ده كان فن عند بيك باني وكان بيحاول يبتز واحد من رجالته لكن بيدخل من وراه واحد تاني وبيضربه على راسه واول ما بيفوق بيلائي نفسه قدام بيك باني وبيعرض فن على بيك باني صفق انهم يتكتفوا سوا ويدوروا على الكنز ولما يلاقوه يديله المديونية اللي عليه وفوقيها نسبة من الكنز لكن بيك باني بيستصغر النسبة جدا اللي كانت في البداية 10% ووصلها فين لـ 18 لكن بيك باني بيؤمره يدور على الكنز ويجيبهوله وساعتها مش هيقتله وبيرجع فين المركب وبيلاقي تيس مستنيا وبتسأله عن الدين اللي عليه لبيك باني واللي كان مخبيه عليها وبيقول لها انه مديون ليه بفلوس كتير تانيهم الصفح بيلبسوا كلهم ملابس غطسوا وبينزلوا وبينزل فين وتيس ونيجيل وجيما تحت المياه ويدوروا على الكنز وبيلاقوش حاجة وبيرجعوا له السطح مرة تانية وبيتجمعوا كلهم سوا في مطعم على الشط وبيفضلوا يفكروا وبتقول تيس ان الكنز مش موجود في البقعة دي لانها انقى بقعة مياه في العالم وشفافة ولو كان موجود كان هيقدروا يشوفوه وبيقول نايجيل ان اكيد الشخص المستندين على قراءه كذب في الاعتراف بمكان الكنز الحقيقي وبيفكر فين شوية وبعدين بيفرح جدا وبيقولوا ان عارف مكان الكنز وهو الجزء الشمالي من الشاطئ لانه المكان الوحيد ما فيه الشعب مرجنية وبيتجيله الفكرة بعد ما بيدخل رباني استفينة يقول لنايجيل انه هينقلوا للشط الشمالي عشان استفينة هتمسكش في الشعب وبيروح فين بسرعة يلبس ويجهز مع تيس عشان يروحوا يدوروا في قاع الجزء الشمالي وبينجحوا اخيرا انهم يلاقوا استفينة الغرقانة وبيطلعوا على سطحهم متحمسين جدا جدا وبيروحوا يقولوا النايجيل وميجا وبيخلوهم يكملوا بحث معاهم على الشط على الكنز المدفون وبيقرروا فين وتيس انهم يروحوا قدم مبنى على الجزيرة ويدوروا جواه يمكن يدار يوصلوا لأي حاجة وبيروحوا فعلا هناك وبيلاقوا كتب قديمة جدا متغطية بالتراب وبيفتحوها وبيفضلوا يقروا فيها على امل الوصول لأي شيء يساعدهم وبتقرأ تيس في كتاب عن مكان دفن الكنز واللي بيطلع في المقبرة اللي قدام المبنى وبيفضلوا يدوروا فيها لحد ما بتقع تيس على صخرة مكتوب عليها اسم السفينة وبيشيلوا الصخرة وبيحفوروا تحتها وبيلاقوا سندوه فيه كتاب بيعودوا يقروا فيه بيلاقوا الكلام زي الغاز وبيحاولوا يفهموا وفاجأة بيظهر بيك بني وبيطلق بينهم يدولوا الكتاب وبيحاول فين وتيس الهرب منه بعد ما حريبهم هو ورجالته ونقض عليهم وبيركب فين وراه تيس على موتوسيكل وبتقع على تيس وبيترمي الموتوسيكل من فوق جبل وبينط فين في المية وبيخطف بيك بني تيس وبيجري فين بسرعة علشان يروح ينقذ تيس اللي في الوقت ده بتنزل مع رجالة بيك بني اللي كانوا بيدوروا على الكنزة في المكان اللي أشار ليه كتاب وبتنزل تيس تحت المية وبتقدر توصل للكنز وبيوقف رجالة بيك بني يتخنقوا على السطح سوا فجأة بتزرع عملات معدنية على السطح من ارتفاع المية وبتطلع تيس بعدها ومعها صندوقه بتحول تستخبى منهم وبيكلم رجالة بيك بني رئيسهم يقولوا وبيكلم فين في نفس الوقت نايجل علشان يقولوا على كل اللي حاصل وبيقرر نايجل يروح يساعد فين اللي رجع عشان ينقذ تيس وبيشوفوا بيك بني من بعيد وبيحاول يقتله ويوصل فين لتيس وبينزل بعدها المية وبينقذها من واحد من العصابة بتاعت بيك بني كان بيحاول يقتلها تحت المية وبيبعد بك بني حد غيره عشان يقتل فين وتيس اللي كانوا بيحاولوا يهربوا بسرعة لكن بيشوفوا الكنز وبينبهروا به وبيوصل نايجل رجالته وبيتواجهوا مع بيك بني اللي بيخطف تيس بطيارته الشراعية وبيفشل فين انه يلحقهم فبيركب في موتوسيك لمية وراء واحدة من السياح وبيطلب منها توصلوا للطيارة بسرعة قبل ما تطلع فوق المية وبينط على الطيارة وبيمسك فيها وبيطلع بيك بني يضربوا بالنار لكن تيس بترميه برا الطيارة وبتوقعه بتمسك دفة القيادة وبيدخل فين جوا الطيارة وبيحاولي ساعة التسعة لأسوقتها وبيترموا في المية بعدها بتتحطم بيهم الطيارة وبيفرحوا انهم قدروا ينجوا في نفس الوقت قدروا يلاقوا الكنز وبيقراروا يرجعوا البعضة مرة تانية ويسلموا الكنز البلدية اللي بتعرضوا في مطحف خاص بالجزيرة الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سليم